مرحبا وتحياتي لجميع باريس تحت الاحتلال النازي وويلات الحرب العالمية الثانية مستمرة ومع كل سقوط لقظيفة كان واقعا الإيمان بالقيم سواء الإنسانية أو الدينية يسقط بدوره وأي قيم أي قيم هي تلك المفروضة فقط على الضعفاء فيما الأقوياء يصحقونها كل يوم بالأقدام هكذا تحولت كل منجزات الحضارة البشرية إلى مجرد هباء مجرد هباء وزيف وخداع من القيم إلى العلم إلى الدين إلى التمدن إلى الإنسانية إلى الحرية وهقد آن الأوان لرمي كل هذه النفايات الخاوية والعديمة القيمة إلى مزابل التاريخ لا أحد سواك لا أحد إلاك أيها الإنسان المثقل بالحرية والمسؤولية أمضي ودبر أمورك بنفسك أمضي واخلق لك قيم جديدة في خضم هذا العالم المجنون أمضي واصنع لنفسك هوية بوصفك في الأصل وجود يبحث عن ما هي هكذا خاطب جون بول سارتر الشعب الفرنسي كان جون بول سارتر هذا العملاق الفيلسوف والأديب الكبير كان جريئا في الجهر بأفكاره التي يعتقد بها طبعا لأن سارتر يؤمن بأن الأدب التزام وبأن الأدب رسالة ومسؤولية من ضمن هذا الصياق أتت مسرحية الذباب كخير برهان على التزام سارتر وجرأته ودوره الكبير في حث الهمم همم الفرنسيين وفي صياق محاربته لليأس وللاستسلام طبعا بعد الهزيمة وبعد الاحتلال وتناولت كما أغلب أعمال سارتر قضية الحرية والمسؤولية المرتبطة بها ومسألة عدم اليأس وعدم الندم وبالتالي مواصلة فلا وجود لقدر لا وجود لطريق محتوم لا وجود لعناية سواء كانت سماوية أو أرضية لا هناك فقط الإنسان هناك فقط إنسان إما أن يرتضي بالعبودية وإما أن يسعى نحو الحرية لكن هو بعيدا عن هذا الجانب السياسي للمسرحية فهذه المسرحية واقعا أيضا تعرض لفلسفة سارتر الوجودية وتحديدا لقضية الحرية والإرادة الإنسانية طبعا من خلال استلهام سارتر لقصة من التراث اليوناني القديم وهي قصة معروفة ومشهورة هي قصة إلكترا وسنجد بأن سارتر استطاع فعلا أن يجعل من هذه الأسطورة القديمة شيء قريب من الحياة الواقعية أيضا استطاع أن يعالج من خلال هذه الأسطورة القديمة بعض من أهم الإشكاليات والأزمات الإنسانية التي كانت موجودة في حينه في الواقع لا أريد أن أقدم عرض مفصل للقصة لأنني كما العادة واقعا أفضل على التلخيص مسألة الغوص في البعد والعمق الفلسفي للروايات والمسرحيات والقصص المختلفة لكن لابد من إعطاء لمحة سريعة جدا عن الفكرة العامة للمسرحية فقصة المسرحية تتحدث وباختصار شديد تتحدث عن البطل أورستيس وتدور المسرحية في مدينة أراجوس في يوم عاد الملك أجمى منون من الحرب فهنا تقوم زوجته الملكة كالتيمنسترا بقتله بالاشتراك مع أجستيس فبعد أن يقتلاء الملك يتزوج أجستيس من الملكة وبالتالي يصبح ملك البلاد لكن ولكي يحافظ على عرشه وعلى ملكه هنا سيأمر بقتل أورستيس الذي هو ابن أجمى منون الملك القتيل أيضا سيأمر بسجن أخته ألكترا لكن ونتيجة لأحداث تجري في داخل المسرحية يهرب الطفل أورستيس أواقعا الأحداث لا تجري داخل المسرحية وإنما بحسب القصة لأن المسرحية واقعا تبدأ عندما يصبح أورستيس رجلا أو شابا فبعد أن يأمر بقتل أورستيس وبسجن أخته ألكترا يهرب بشكل أو بآخر الطفل أورستيس إلى خارج حدود مدينة أراغوس فيما ستصبح ألكترا خادمة في القصر فكل هذه الأحداث تجري على مسمع ومرأة من شعب أراغوس الذي لا يحرك أي ساكن هذا الشعب الذي يتخاذل في مسألة نصرة الملك ونصرة العدالة والحق وكنتيجة لهذا الأمر ينزل بهم الإله جوبيتر وهو إله الموت والذباب لعنة لعنة تتمثل في تسليطه للذباب عليهم سيصلت عليهم ذباب كثير العدد ولا يكف عن الطنين أبدا طبعا لكي يشعر هذا الشعب الخالع لكي يشعر هذا الشعب بالندم وبالخزي وبالعار على سكوتهم عما حدث وهكذا إلى أن يصبح أورستيس شابا واقعا هنا تبدأ أحداث المسرحية فالمشهد الأول يصور لنا أورستيس وهو يدخل إلى مدينة أجمم عفوا إلى مدينة أراغوس فبعد أن يصبح أورستيس شابا سيعود إلى المدينة ليبحث عن أخته إلكترا وبعد أن يجدها يتفق معها على قتل كل من أجستيس وأمهم المالكة طبعا لأنها خائنة إلى آخر أحداث المسرحية في الواقع سارتر يحاول أن يقول من وراء المسرحية أن الحرية لا تعطى والحرية لا توهب وإنما على المرء أن يسعى وراء الحرية على المرء أن يسعى وراءها فالحرية في مفهوم سارتر ليست شيء مادي ليست بدل مادي ليست هدية تقدم للإنسان هكذا دفعة واحدة مثلا أو حتى مجزة لا الحرية ليست مكافأة ليست نيشان ليست شعار للتغني به وإنما الحرية في عرف سارتر هي حياة الحرية حياة بمعنى أن تكون حرا يعني أن تعيش الحرية في كل لحظة من لحظات حياتك وهذا يعني بالضرورة أن تكون مسؤولا عن تبعات حريتك تماما كما في داخل المسرحية فالبطل أورستس واقعا حمل على عاطقهم مسؤولية فعله عندما أقدم على قتل أجستس وقتل الملكة لأنهم بالأصل قتل وطغاط فبعد أن يقتل أورستس أجستس والملكة سنرى بأن الذباب الذي هو لعنة لعنة الندم سيطارده لوحده وهكذا حرر شعب أراجوس من هذه اللعنة عندما لاحقه الذباب لوحده تحرر الآخرون ولم يعد الذباب يمثل الندم عند أورستس طبعا الندم كما يرى سارتر هو بمثابة قوة دافعة نحو الحرية لأن من يندم يندم على خطأ يندم على خطأ ولكن فعل التمرد وفعل القبض على الحرية ليس خطأا بل هو اختيار وموقف وقرار حر وهذا ما فعله أورستس عندما اتخذ قرار قتل الخائن والخائنة بموقف حر فلماذا يندم؟ لماذا يندم وهو يعود إلى حريته يتمسك بهذه الحرية يختار من واقع هذه الحرية فأورستس أقدم على ما أقدم عليه تلبية لإرادته الواعية هذه الإرادة المتحررة من كل القيود حتى من قيد الإله جوبيتر ولذلك كان على أتم الاستعداد لتحمل تبعات اختياره الحر وهذا هو موقف سارتر الذي عبر عنه إن أردتم في كتابه الوجودية فلسفة إنسانية عندما قال وهذا هو النص أريد أن أجعل الإنسان مسؤولا بشكل كامل بشكل مطلق عن وجوده سواء كان الله موجودا أم لا المسؤولية المطلقة تقتضي الحرية المطلقة والحرية لا تكون مطلقة إلا إذا كانت بلا قيد أو شرط فهكذا يعلنها سارتر بأن مأساة إنسان اليوم لم تعود نفس المأساة التي كانت في الماضي عندما كان الإنسان يصارع القدر والآلهة المتحكمة بمصيره وإنما أصبحت المأساة اليوم مأساة الإنسان تتمثل في صراع الإنسان الداخلي يعني أصبحت مأساة داخلية بشكل أو بآخر مأساة تصطرع في داخل صميم هذا الإنسان الطامح إلى أن يتحرر من كل شيء ومدامة الآلهة غير موجودة مدامة الآلهة لا وجود لها في عالم اليوم فبالتالي الإنسان محكوم بالحرية محكوم بالمسؤولية طبعا لا وجود لقدر ولا لآلهة ولا لمشيئة غيبية فهنا الإنسان محكوم بحريته محكوم بأن يكون حر بأن يكون مسؤول عليه أن يختار لنفسه عليه أن يصنع ماهيته بنفسه عليه أن ينقذ نفسه بنفسه عليه وبكل بساطة أن يغدو حرا وأن يعيش هذه الحرية واقعا متجسدا عليه أن يخلق من واقع حريته معنى لحياته تماما كما فعل البطل أورستس عندما أولا قتل الطاغية أجستس فأثبت بذلك أنه حر الإرادة وبأنه حر الاختيار والفعل وثانيا عندما تحمل التبعات هذه الحرية طبعا بتحمله لمسؤولية ما أقدم عليه ليتحول أورستس إلى قدوة إلى ملهم لشعب أراجوس فكان أن تبعوه ليحطموا بدورهم تسلط القدر والآلهة كما فعله تماما وليعبدوا طريقهم أيضا إلى الحرية كما عبده هو فعلى كل إنسان وهذه هنا خلاصة الغاية من المسرحية أو هذه هي رسالة المسرحية الأساسية فعلى كل إنسان أن يمتلك قدره وأن يصنع حياته وما هيته بيديه بيديه هو على كل إنسان أن يخلق لنفسه طريق في الحياة طريق خاص في الحياة طبعا بما ينسجم وحرية الآخرين فكون الإنسان يمتلك حرية مطلقة فهذا يعني أن يحترم أيضا نفس الحق للآخرين فأنا لا يمكن أن أكون حرا في مجتمع من العبيد أو في مجتمع تقيد في حرية الآخر لا أنا أكون حرا عندما أكون في مجتمع من الأحرار أن أكون حرا هذا يعني أن أنتمي إلى مدينة أو إلى مجتمع يتكون من أفراد أحرار على وعي تام وكامل بمعنى ومفهوم الحرية وعلى وعي كامل بثقة للمسؤولية وبقيمة الحرية الحرية المسؤولة طبعا وشكرا على اللقاء